وجلس الإمام أبو حنيفة ليستمع للإمام مالك رغم أنه يختلف معه بالكثير من الأحكام الفقهية جزاك الله خيرا يا إمام عنا وعن الأمة خير الجزاء أهلا بك من أي البلاد أنت؟ أنا من الكوفة أنت من مدينة أبو حنيفة ذلك الرجل الذي يفتي برأيه أنا أبو حنيفة أنت أبو حنيفة؟ نعم أنا أبو حنيفة ولا أفتي برأيي لا أفتي إلا بكلام الله ورسوله فإن لم أجد أخذت برأي الصحابة فإن لم أجد لهم قولا في المسألة قست عليها إنني سمعت عن مسائلك وفقهك وأرغب في منظرتك فمتى ترى نفعل ذلك؟ الآن يا إمام ما دليلك يا أبو حنيفة في قياسك وإفتائك بالرأي؟ أما دليل على ذلك فمن كتاب الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا هذا شاهد صحيح بارك الله بك وأما من حديث رسول الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آل فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله وهذا شاهد صحيح بارك الله بك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر سمعت أنك تفتي بالكثير من المسائل التي لم تقع فتقول ماذا لو حصل كذا وماذا لو حصل كذا إنك تجر الناس في جدر لا نفع منه ولك في ذلك آلاف المسائل التي لم تقع فبما تعلل ذلك يا إمام مالك عندنا في العراق ليس كعندكم في المدينة فالعراق الآن عاصمة الخلافة وفي كل يوم يحدث أمر جديد ولا بد أن نستعد له بالفقه كي يعلم الناس إذا حدث أمر جديد ماذا يفعلون أعطني مثال لذلك جلست أنا وتلاميذي نتحدث لو امرأة متزوجة وزوجها سافر وغاب فظنت أنه مات وتزوجت شخصا آخر ثم رجع زوجها الأول ماذا تفعل؟ جلسنا يوما كاملا نبحث فيها ما هذه المسألة الغريبة؟ إنها لم تقع وأضعتم وقتكم فيها إن العراق يخرج منه المجاهدون كل يوم للغزو وحماية الثغور وبعد أن بحثنا المسألة وجدنا الكثير من الناس يقعون في ذلك تظن المرأة أن زوجها مات في القتال فإذا به يعود بعد شهور طويلة ولكن النبي لم يفعل هذا بل إن ذلك حصل في وقت النبي وسأله الناس عما يقع فأجابهم ومتى كان ذلك؟ عندما جاء رجل إلى النبي وسأله يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يأخذ مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطه فقال له أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله قال أرأيت إن قتلني؟ قال له أنت شهيد قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار فها هو النبي يسأل أربع مرات ويجيب أرأيت؟ وأنت يا أبا حنيفة تأخذ بإجماع الناس وتترك فقه أهل المدينة والتشريع نزل في المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات في المدينة وكان في المدينة عشرة آلاف صحابي عاشوا مع رسول الله وسمعوا منه كم عدد الصحابة يا إمام مالك؟ مئة وعشرون ألف صحابي إن كان في المدينة منهم عشرة آلاف فأين ذهب الباقون؟ ألم ينتشر علمهم في البلاد؟ أتنكر أن عمر بن الخطاب أرسل الصحابة خصيصا ليعلموا أهل البلاد؟ أتنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم أمتي بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل فأرسله إلى اليمن؟ أتنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة بن مسعود فأرسله عمر بن الخطاب إلى العراق وأيضا الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاس ذهبوا إلى مصر وأبو عبيدة بن الجراح وأبو الدرداء وبلال قصد الشام أتنكر هؤلاء؟ أليس عندهم علم؟ وإنك يا أبا حنيفة تتوسع في المسائل فتجعل للحديث الواحد مئة فائدة وحكم وهذا تحميل للحديث فوق ما يحتمل فما قولك؟ إننا في العراق دخلت علينا فلسفات أقوام أخرى وعلومهم فدخلت علينا فلسفة الفرس وفلسفة اليونان وفلسفة الروم فأريد أن أثبت الناس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم فأبحثوا في الحديث عن كل ما أجد به الردود على هؤلاء أما أنت في المدينة فهنيئا لك عندك الصحابة والتابعون ولم يصل للمدينة ما وصل للعراق من علوم الأقوام الأخرى لذلك أتوسع في استخراج الفوائد من الحديث لقد أجبت بخير بارك الله فيك وبعلمك لقد جعلتني أتعرق وأنا أناظرك وما رأيت رجلا يناظر مثلك والله لو قال لكم الإمام أبو حنيفة أن عمود المسجد هذا من ذهب لأتى بحجته ولأقنعكم برأيه والله ما ناظرت رجلا فرجفت قدماي ودق قلبي إلا أنت يا إمام مالك وما رأيت أحدا أسرع منك في قبول الحق والرجوع إليه الله أكبر الله أكبر لقد أذن المؤذن هيا للصلاة ولتصل بنا إماما لا والله لا يصلي غيرك فأنت إمامنا ولكنك لا تقرأ الفاتحة في الصلاة خلف الإمام أما في العراق فأنا أفتي للناس بما أقوله وأما هنا في المدينة فإنني أقول لمن أتى معي من العراق صلوا كما يصلي الإمام مالك وأنا أصلي كصلاته بارك الله فيك يا أبا حنيفة وجزاك عن الأمة خيرا أرأيت يا أبا يوسف أرأيت سعة علم هؤلاء لقد جملوه بالخلق والأدب فما أجملهم وما أجدرنا أن نقتدي بهم صدقت والله أيها الشعبي هكذا هم العلماء كلما تواضعوا لبعضهم ارتفعت منزلتهم في عيون الناس من تواضع لله رفعه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر